اشتركوا في القناة احنا بدنا عنا تفاصيل اللي قالها نفس الشخص اللي هو سيم محمد شريف جبالي ضيفنا اليوم قاله قدام المحكمة العسكرية خالي نقول وين وصلنا توا وتم الدعوة معناتها السيد كاميل الطيف هو حسب الارتكل 31 في مجلة الاجراءات الجزائية اذا كان وكيل جمهورية ما عندوش ادلة واثباتات فانه يعطي القضية القاضي تحقيق وعطاها القاضي تحقيق رقم 5 هذي القاضي تحقيق رقم 5 ما عندو يقولون انه في القضايا الكبرى وهكا وديما اخوها ما عندوش حسب المعلومات البسيطة اللي عنها وهو اللي اصدر تحجير سفارة على سيد كاميل طيف والفرقة المركزية الاولى لحرس الوطني بالعوينا هي اللي بش تحقق في الامور ولكن يعني وقت اللي وصلت لحكاية سيد كاميل طيف سيد كاميل مرجين سيد بيجي قايد سبسي بدينا نشتم ومنها رائحة القضية السياسية اللي هم بالصدفة معناتها يعني خلينا نقولوا سيد كاميل طيف ما ينشرش سياسيا هو ناشط سياسي ممكن ما عندوش حزب ولكن خلينا نقولوا بدينا نشموا في اعداء النهضة هم اللي موارتين بالصدفة في القضية هذي كيفاش وصلت قضية لسيد كاميل طيف هو بالنسبة للتحقيق يعني كي تبدأ عنا إرساليات من هذا النوع وعنا أصحاب القرار وقتها ما عندهمش استعداد بش يعاونونا بش نفتحوا الشفرات متاحهم وش نعرفوا يعني مصدرهم كانت عنا كان إمكانية وحيدة أن نتبعوا العرقام الهاتفية وبدأت العملية بالطريقة هذيك بقاء يعني الناس كل يعني كمتابع للشأن العام ونقرأ في الجرائد نقرأ فيسبوك نسمعوا كلام فلان قاعد يعمل فلان قاعد يعمل طبيعي جدا بما أنه نحن فتحنا ملف يعني في التحقيق على مقتضى الفصل 31 يعني يعني معناش متهم بش تتوجد شكوك توجاه يعني مجموعة من الأفراد وتوجد فعلا توجاه عديد الأفراد وفتحت عديد الأرقام الهاتفية العديد العديد ومش كما يقول السيد يعني كامل الطيف في إذاعة أخرى واني أنا ندور ونحل وكأني أنا وليت رجل ظل كما سيته معروف أنا محامي ما عندي حتى إمكانية بش نفتح حتى رقم تليفون بتاعي أنا كانت ثم أوذون قضائي بفتح أرقام الهاتف من الناس اللي شكينا فاهم وقتها وبالأخص يعني كيف ربطنا الأحداث مع التصريحات اللي صرح بها يعني القاضي فرحات الراشح اللي قال هو راجل ظل وكذا وكذا جاءت الفكرة وأنه السيد هذا خنشوف وشني حكيته يعني إناجم يكون متورط هذ القضاء ما أنتو القضاء طبعا والورقة هاي موجودة عنا يعني إذن قضائي ما ما عنديش هنا الإمكانية بش نحل ما عنديش الإمكانية بش نحل لاي رقم تاع تليفون رقام يتليفوني ماذا بي نحلهم قاضي تحقيق الأول بالمكتب الخامس لدي محكمة بتدائي بتونس طلب كشف عن مكالمات الوردة والصادرة الرقم التالي ما تحديش رقم طبعا ناي مع أنتا المتعلق كذي كل هالكلة يعني مفتحناش رقم هاتف واحد رو بش يبدأ واضح يعني سي كامل تاي بشي ثمان موش رقمه وحيد المفتوح مع أنتا الليستة الكبيرة اللي تعتاتوا منهم صحفيين شنوه معناتا نمره سيد كامل تاي في أي واحد طالبه معناتها مضمون رقم 98 كذا كذا رقم 97 كذا رقم 22 هذو ما يتزبدوا حتى صحفيين اللي طلبهم رجل السياس هكا معتا اسمعنا في الأعلى من يوم هذا هو توا يعني الشي اللي قاعد يعم فيه سي كامل التيف هو يحب يردها يعني القضية وكأنه شامل يعني مئات الأشخاص وعثارات الأشخاص سمحني وقتلي تجبد اسمه وثبت عليه علش استدعاه وعليش تم تحجير السفر عليه هذا جراء من حق حكم التحقيق هو جراء من حق حكم التحقيق وإذا كان يعني ثم عنده حاجات يعني نقوله نحن سوليد اتبرر وأنه الشخص ذا يقعد تحفظ عليه في تونس على الأقل يعني منعوا من مغادرة البتونسي في انتظار سامعوا لكن دون توجيه تهمة يعني ضدوا يعني بشكل واضح هذا ينجموا يعملوا ضدي أنا ضد كنتي وهذا من الحق يما تحجير شفرك إنه نوع من الشكوك الكبير نحن نتحدث لكان على كامل تيف نحن نتعانى رجال عمال بالـ 400 ما تحجر على المسفر بدون قضايا بدون قضايا يعني مئات الأشخاص يعني في الحكومة اللي لم تعلغنوش في حكومة السبسي واقع تحجير عليهم السفر كمجراء احتياطي تم سمعك من قبل قضي تحقيق الخامس يوم 12 أفريل 2012 باعتبارك شيكيا في هذه القضايا الساعة العاشرة صباحا شنو اللي دار شنو اللي قلت والله هو المحاضر متاع السماعات متاعي يعني ما هوش محضر واحد تقريبا فيتو العشرة منذكرش أنا بالذبط شكولت في المحضر هذيك لكن نحن مذابية كل أسئلة أكثر دقة يعني مش متذكر أنا كل محضر شكولت فيه أما نحن حسب تطور الملف كل مرة ندلي بتسريحات جديدة يعني محاضر سماعات جديدة لننتهينا نحن يعني في الأخر من سماعي أنا وانتقلنا لطور آخر اللي هو سماع بعض الشهود وتم سماع شهود اللي يعزوا بعض يعني قارئ ولو حتى بسيطة في اتجاه يعني أنه الشخص داي نجم يكون متورط في التآمر على أمل الدولة الداخلية وهذا بناء فعلا يعني تم على ما لاحظناه في مكالمات والهتفة كانت غريبة جدا يعني كتقول لي أنا يكلم صحفي عادي يكلم رجل السياسة عادي أما كنا قاو يعني كمال الطيف أبطرت وزارة داخلية الكل عنده يعني يطرح سؤال شمات عنده يعني يكلم فهم بشكل مهول شكل يومي هذا هو اللي خلق الاشكال في قادي كمال الطيف فعلا اندي ساسو يعني سيد بث العروق متاع في مفاصل الدولة الكل ما لا لا وزارة لا داخل فهم لا لا وزير يعني لا لدي علاقة هذا كل أنا يعني نشرا ما رأي وزارة الداخلية بالذات عنده خصوصية معانت هل يكفي طو بش عنده نوامر تليفون ولا يطلب جماعة بش يتولي محل شبهة معانت كان انتي مثلا هك في الامن كنت وعندك صداقات مع مديري الامن الكل تولي جاسوس ولا متآمر على امن الدولة هذا السؤال يطرح على كمال الطيف ينجم غدوة يجي الحاكم التحقيق حسيته كان متهم اللي تثبت براته معانت لا هو غير متهم هو يعمل في لما الجام وهو مش متهم أصلا هو طوما تواجه التهم التأمر على امن الدولة الداخلي ضد كل ما نكشف عن البحث يعني بش يسمعوه هو بش يسمعوه غيره بش يسمعو الناس كل سيد كاميل مرجين سيد البيجي قايد سبسي سيد أحمد فريعة لا لا أحمد فريعة اسمه غير موجود نهائيا والبيجي قايد سبسي غير موجود نهائيا وكاميل مرجين يعني إلى حد اللحظة ما عنديش فكرة وما عنديش علم وأنه بش توجه له طوما هذي هي لما القام يحب يردها قضية سياسية بامتياز يختار شخصيات سياسية تنشط في الحق السياسي الحالي ويحاول دخلنا في القضية وقت لهو تول القضية بش يسمع وكان كمان الطيف ومجرد سماع وما توجه تهم إلى حد اللحظة ما توجه تهم يعني هو مكان من المفروض إذا كان هو مقتنع وأنه لم يقوم لحد شيء أنا لو كان يصدعني غدوة حاكم تحقيق نبشيله تفضل سيد الرئيس بش يسئني أربعة أسهل خمسة أسهل نجيو بإعلام والروح أما الشوشرة اللي أعملها في الإعلام هي تقييمي لها يعني إنسان خايف من حاجة لأنه حتى كيف سمعت أنا تجييل يعني في إذاعات أخرى حتى بقراءة نفسية وقراءتي يعني بحكم خبرتي في علم الإجرام هذا إنسان يعني يتحدث هو خايف يعني مش إنسان واثق من نفسه وأكثر كلامه سب وشتم في شخصي أنا حتى علاقة حتى حد والإرساليات هذه تقبل حتى الانتخابات وقبل ما تطلع النهضة وقبل ما تتجد أصلا حتى على الساحة السياسية كترف سياسي فعل في البلاد هذه موجودة من أقبل هو معانتها معانتك ينقوله خبير في علم الإجرام ما نعرش معانتها تشبيه ما يتمش معانتها ما فماش جريمة هنا معانتها بالمعانة التقليدي يعني طريقة الحديث متاعه لأنه والسيدة مكان من المفروض يعني ما يتحدث في العلم أولا حفاظا على السريط التحقيق ثانيا إذا هو مقتنع ببراءته يلتج للقضاء يجاوب على مجموعة أسهل بشيء جمله حكم تحقيق يروح على راحه عادي كأي مواطن وقع صمعه في التحقيق تتحفظ الشكاية وانتهى الأمر إذا هو مقتنع ببراءته أما أنه يحشن حملة إعلامية رهيبة بعد ما تمكن من الملف وقرأه وشافه ويحب يقحم أطراف أخرى موجودة أصلا في الملف ويكبرها قولوا سامحني لهنا هو معناتها وسائل العلم زادا هي اللي تطلب رأو وتحب تحكي مرينيش حملة عالمية ونحن نتصل بيه نجم لش نحصل عليهم سيد محمد شريف جبالي أول ما سمعنا البارح أنه أنت عملت القضية بدت تخرج معتها في كلمة عليك أنك محامي تجمعي وقلب تلفز تليم واللي تدافع على النهضة نشط صلبة خليط محمين تجمعيين كنت منسق الحملة الانتخابية في الانتخابات العمادة للاستاذ الهادي تريكي الكاتب عام لخليط محمي التجمع شنيت حملات أعلمية وروجت شائعات ضد العديد من المنافضين في المحامات وتجسست على بعض الآخر والجميع كما يقول بلاغ نقرأ وفيه يعرف حملته ضد الأستاذ بشير السيد وضد الأستاذ عبسة طر بن موسى ضد الأستاذ عبد رزاق الكيلاني بالنسبة للعبسة طر بن موسى صديقي بشير السيد عمت له حمله وصديقي إلى حد اللحظة ناشط سياسي عملي ما كنت ناشط سياسي تجمعي مستحيل يعني لو كان كنت تجمعي الحاجة الوحيدة اللي تكتبت في الشي ذا اللي هي تقالت يعني بمناسبة يعني كيكتبت في شكري بالعيد كلمتين وكلم قديمة ذا والمحامين التجمعين الكل فهم قائمة وجاءت للهيئة واسمي والحمد والله موجود في وسط وحتى يعني تسألوا المحامين الناشطين يعني مثلا عبدالروف العيد يعرف المحامين واحد واحد تسألوا على شير وجبال تقول مشكل شير وجبال كنت نعرفوك زادة في فيديو قلت على شكري بالعيد انه لا 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 انتهى الموضوع انتهى موضوع لا انتهى شكري بالعيد يعني انتهى خذها حظه وانتهى قريبا نحبش نتحدث في اللعبات ما طوى يعني لقيت روحي مضطر على خطر السيد يتهم فيها معتا انتهى انتي ظهرت اتهميتك في الهواء معتا اتهمت شخص بالغلط وانتهى معتا شوف ما جورني حديث عن شكري بالعيد انا نحكي في كمال طيف معتا انتي نفس الحكاية معنا انسان يحب يضيع وقت شكري بالعيد انا قلت كلمة تحملت مسئوليتها قال بش نشكي مش كاش انا قدمت شكاية للقضاء نهارة يقول فيها قول القضاء طبعا نجم نتحدث انا انسان نتعامل كان مع القضاء ومع لهيك القضاء لعلمك واني قدمت شكاية ذات شكري بالعيد وانتحمل كل كلمة قلت شكري بالعيد وانهارة لقضاء يقول كلمته وقت ها نجم نتفاضل نتحدث شكري بالعيد لانه كل ملف يتعاهد به القضاء انا مفروض ما هو التهمة متاع الشكري بالعيد اللي قدمت به القضية شكري يعني بتهمت قدمت قضية بتهم شكري الكلام اللي كنت تقول فيه الكل اللي نسب لي في الارتيكل هو انا رفعت ضده قضية في الثلب في التشير باش نثبت العكس متاع وهو ثابت ما يستحق حتى اثبت وعندي ما يفيد وانه يعني لاني كنت تجمعي وعمري ما كنت تجمعي هو نسب لي حتى اشياء اخلاقية اشياء يعني فساد مالي كنت النوب في التربلسية علما وانه انا اول واحد يعني وهذا يعني ما نقوله يعني مبيب الاشهار النفسي اول محامي يرفع قضايا ضد التربلسية بعد الثورة هو محمد شريف جبي لا لا نهار 17 اول محامي افتح ملفات محمد النصر التربلسي ادارات عمومية هل نوبت ادارات عمومية عمري يقول عندي لا عمومية ولا خاصة كان محاجر عليه السفر الى حد اللحظة ومخذيت باسبور كان عام 2009 محابة في الكاتب العام للهيئة الوطنية المحامين وعطاوني فيه الباسبور متاعي تجب تشوف وعطاوني فيه حاجة ضحك عطاوني فيه عامين فترة التجربة هذا كنت اتهمت شكري بالعيد انه يحارض على العن في سيدي بوزيد هذا كان واضح الفيديو كيتكلم يعني هو في سيدي بوزيد بالنسبة لأنا استبقت لحده جماعة سيدي بوزيد بيش تخرج الامن كيفاش تصرف ثم امكانية بتاع سقوط ضحايا خلنا نتكلم خلي يهفت الشخص هذا ما كانتش عندي معلقة غلاط شخصية وفعلا يعني أنا نتصور راح حققت الهدف من كلمتين لأنه بتعد على سيدي بوزيد وبتعد على المشهد الاعلامي اللي كان يحرف فيه على الأقل لمدة شهر وهفتت الأمور شوي سيد محمد شريف الجبالي نحب نوضح لهنا لمهيش قضية رفعت في أفريل كما قولوا القضية أعطيني تاريخ رفع القضية الرسمي بيش نوضح نلخص الأمور في الاخر الانتلاق نحن ضد كل ما نكشف عنه البحث وللحظة هذه حتى النيابة العمومية كيف وجهة تامر على أمن الدولة الداخلي ضد كل ما نكشف عنه البحث مهوش متهم ولا هم يحزنون ابقى لنظر وأنه ميلف ويستدعي بعض الأجوبة منه الأكثر الأقل يعني هو مكبر لحكاية ومردها قضية سياسية ودياب الدلبيجي ونستحكي هذا شخصية إذا كان هو واثق من برات ويجي يقنع على المحكمة وأنه الاتصالات متاع وأنه بريء من المنظومات هذيه كله مع ملحة في البلاد طبيعي جدا القضاء ينصف وقال أنا عندي ثقة في القضاء صارت مش خاطر رلقيته رقم السماسات اللي حكينا عليهم السبعة السماسات على حدث شكوك وبه سمعنا أنه غدوة بشيق كاميل طيف قدام التحقيق هذا المفروض أنه خاطر لأنه نهار الثنين لأنه شهد الطبية علما أنه قال أنا مريض وما نجي وشهد السيد حاوس وتكتب في الفيسبوك وفي الانترنت وشهد العباد يحاوس على رحوة عديل يعني يحب يربح وقت لا يريد يربح الوقت بشيقر ملف ويحذر دفاع وهذا من حقه ومن حق المحامين ما فهمتش أنا معنى عناش قانوني مش متهم ويحذر دفاعه هو استجواب معتا واحد يمشي القضية يا متهم يا شهد ما فهم ايش حاجة ثالفة والله أنا نعتبر الخيار الثالف لشنو لحد اللحظة نعتبره شهد بشي عايتله بسيفته شهد بشي هز مع محمين من حقه لاني أنا مش ضده أنه شهد يكون معه محمين لانه في اي لحظة نجم حاكم التحقيقي يوجه ذاته هما كيف نجم يحفظ شنو الحزب السياسي متاعك لست متحزبا ما شكنت تعاطف ولا فالتي خبت لي فات صوت للمؤتمر باعتبار صديقتي العبد الروف العيدي محمد عب ولي المصدقائي وفي قضية محمد عب وكنت يعني وقت في الحبس عيلت وولت عيلتي ولتوا أصدقاء وبحكم يعني قرينا مبعاظنا نصوت شيء خاطر كما في المحام ونحن لدينا حتى فوت سانكسي ساعات لن يتلع فلان نصوت الفلتان واضح ما عنديش حتى إشكال مع حتى 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 التجمعين أنفسهم ما عنديش حتى لمع تتحفظ حتى القضية يبدو أنه شوشرة كبيرة ولكن ما فهم مش واحد مع الشخصية هذو ما سي سبسي وسي مرجين ما فهم حتى 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 فيهم مذكور اسمه سيد أحمد فريعة وحتى سيد كاميل طيف رأو ما هوش متهم إلى حد الآن كل من سيكشف عنه البحث شكرا لك سي محمد شيف جبالي على هذه التوضيحات شكرا